أهلا بكم الانقلابات على السلطة في الدول الإفريقية تكاد تتطابق فيها الأسباب بين الهشاشة في أرضية مؤسساتها وتراجع مؤشراتها السياسية والدولية مثل حقوق الإنسان وممارسة الحريات بشكل عام كما أن سيادة الدولة في القرى السمراء غير مكتملة وغير مسيطرة على كافة ملاطقها إلى جانب حالات الفقر المطقع التي تخيم على إفريقيا وظروف اجتماعية سيئة ترافقها ضغوط ديمقرافية كذلك التقارب الحدودي بين الدول الإفريقية هو أحد الأسباب الرئيسية في انتقال عدوى الانقلابات خير مثال على ما حصل في مالي وبوكينة فاسو وبعدها النيجر وقوع انقلابات ضمن قواسم مشتركة من بينها التهديدات الأمنية خاصة عمليات الإرهاب أو الجريمة المنظمة وأعمال فوضى والعنف كما أن قتال النيجر ودول أخرى في منطقة الساحة الإفريقي لحركات التمرد نالت من الثقة في الحكومات الديمقراطية وأطاحت بها بينما الجابون الذي يقع إلى الجنوب منها على ساحة الأطلسي شهد انقلابا بسبب تراجع المسار الديمقراطي في منطقة مضطربة إذن نناقش هذا الموضوع مع ضيفي من باريس أندريم هاوج المحلل السياسي وأيضا من واكشوت الكاتب والمحلل السياسي محمد لمينداه أهلا بكم ربما اللافت في مشهد الانقلاب العسكري بالنيجر أن قادة المجلس العسكري نزلوا إلى الشوارع للإحتجاج وتحشيد الرأي العام ضد الوجود الفرنسي وأطلقوا خطابات نارية تطالب بسحب القوات الفرنسية وتسليم القاعدة الأسكرية في نيامي وهددوا وتوعدوا باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم مغادرة السفير الفرنسي يعني هذا المشهد هل سيثير شهية بعض جنرالات الدول الإفريقية لتنفيذ مزيد من الانقلابات العفو إذا سمحت السؤال موجه لي هناك فرنسي مانويل ماكرون خلال نستمع إلى رأيك سيد مدرين هاوشتم نعود إلى ضيفي ولد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال خطابه في كلمة افتتاح مؤتمر السفراء الفرنسيين تحدث تحديدا عما وصفه بالبروباجوندا أي بالدعاية السياسية المغردة بحق فرنسا قال بأن هناك هجمة هجمة دعائية إعلامية طبعا سياسية ضد الوجود الفرنسي وهي تدخل ضمن الصراع العام الذي يشده العالم اليوم يجب أن نضع كل ما يحصل في أفريقيا كأداة أو كعنصر من عناصر الصراع الكبير بين القوى الرئيسية القوى الغربية من جهة وبينها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على رغم بعض التباين بين أمريكا وحلفاء الغربيين إن كان في أوكرانيا أو حتى في النجار وفي الجابون رأينا من الولايات المتحدة الأمريكية ترسل سفيرة جديدة إلى النجار في الوقت الذي تهدد فيه سلطات الانقلاب فرنسا بطرد سفيرها على كل حال وروسيا من جهة أخرى هناك صراع دولي هذا واحد أحد جوانب هذه الانقلابات أو هذه الحركة وهي أصبحت كعدوى الرئيس الفرنسي تكلم عن وباء انقلابات لا شك بأنه سوف يدغدغ مشاعر كل شعوب هذه المنطقة التي ترزح تحت الفقر تحت ظروف معيشية قاسية بسبب أيضا الأزمات الاقتصادية بسبب وباء كوفيد كورونا والتداعيات المستمرة بسبب حرب أوكرانيا وأنت تعتقد بأن سلطة فرنسا واستغلال هذه الدول ليس عنصرا من عناصر الانقلابات ربما الشذود الوحيد هو في الجابون لكن سيد محمد لمين الداء ألا تعتقد بأن هذه المقاربة ربما فيها شيء من الحياز إلى فرنسا؟ أهلا وسهلا حقيقة الإطرابات السياسية في إفريقيا فرنسا دائما حاضرة فيها بقوة فرنسا دائما داعم أساسي لكل انتقال سياسي هي دعمة العديد من الانقلابات العسكرية كان شيعة في إفريقيا لدرجة حد التواتر درجة أن الانقلاب الذي لا تقف في فرنسا لا ينجح لذلك في الساعات الأولى لانقلاب الجابون تم طرح السؤال هل هذا الانقلاب مع فرنسا أو لا والانقلابات الأخيرة في إفريقيا نجحت حين استقوت بروسيا على فرنسا حقيقة هذه الانقلابات في إفريقيا حتى نكون أكثر عمقا من فيما يتعلق بالموضوع هي مرتبطة بأبعاد أخرى البعد الخارجي سواء تعلق الأمر بفرنسا أو بغيرها موجود ولكن هناك أبعاد أخرى داخلية في إفريقيا هي التي تنتج هذه الانقلابات المتتالية والمستمرة الفشل الدولاتي الفشل الحكومي غياب الحكامة الرشيدة في الدول العجز الصلط والحكومات المتتالية في إفريقيا عن إحداث تنمية حقيقية هذه أدت إلى شعور عام بصخط ورغبة دائمة لدى المواطن الإفريقي ولدى النخب السياسية والنخب الثقافي الإفريقي للتغيير وربما هذا هو الذي يجعل المظاهرات والتهليل لكن كان هناك إذا سمحت لي سيد محمد لمين كان هناك في منتصف القرن الماضي نزعة تحررية من اليسار الإفريقي هذه النزعة وجهت من قبل القوى الاستعمارية بربما تيار معاكس واغتيالات وانقلابات وأعادت هذه الدول التي ربما ثارت على التبعية إلى المربع الأول وبالتالي من يتحمل مسؤولية هذا الأمر هل فشلت إفريقيا أم تم إفشالها وفي الحقيقة علينا أن نعترف أن الحكومات والنخب السياسية في إفريقيا لم تستطع أن تحدث تغييرا حقيقيا في البناء التقليدية للسلطة ولا حتى في النظم السياسية لم تستطع أن تحدث أنظمة ديمقراطية حقيقية قادرة على القطيعة مع وضع التخلف والتبعية الذي تعيشه في إفريقيا هذا الفشل هو فشل مزدوج بمعنى أن النخب السياسية لم تكن على قدر التحدي وحقيقة هو فشل الخارج فرنسا الغرب أوروبا لها اليد الطولة في استمراره لأننا شهدنا الدعم المتواصل لبعض الأنظمة التسلطية والأنظمة الاستبدادية والأنظمة اللا ديكتاتورية في إفريقيا دعمت من فرنسا ودعمت من أوروبا ولكن المسؤولية تعود بالأساس على النخب الإفريقية التي ظلت خانعة والتي ظلت قابق مستمع يعني متفاهمة أو مع هذا سيد أندريك سيد أندريك اسمحني على المقاطعة حجم القلق الفرنسي من تصاعد هذه التهديدات المرتبطة بخسارة فرنسا لحلفائها ونفوذها في القارة هل هو قلق مبرر؟ هل هو قلق مرشح لمزيد من الانتشار؟ ولماذا؟ تسمحني بداية أن أطرح سؤال صغير نرقل المسؤولية كلها على فرنسا وعلى المستعمر في حال خرجت فرنسا عمليا وتم إنهاء أي وجود لفرنسا أو أي سيطرة داخل هذه البلدان اقتصادية أو سياسية هل برأيكم ستحل مشاكل هذه البلدان وسوف تنعم عندها بالرخاء والرفاهية؟ ضيفك من موريطانيا أعطى الجواب وقال المسؤولية الأساسية على حكام هذه البلدان وعلى إداراتهم أما بالنسبة لفرنسا اليوم يجب أن نعرف بأن سوف يكون لها بطريقة أو بأخرى استمرارية في التعاون مع هذه البلدان العلاقات بين الدول لا تقوم على الأفراد لا بل على العكس في مثلا اليوم في الجابون يقال بأن الإنقلابيين بأن الرئيس الجليل الذي أقسم اليمين هو أيضا من المقربين لا بل لديه قربة مع الحكام السابقين مع عائلة الحاكم السابق ووالده الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 55 سنة هناك استمرارية في العلاقات بين الدول حتى النجار النجار سوف يعود هو لم يلغي العلاقة مع فرنسا ولكن لديه شروط لإقامة علاقة على أسس جديدة تأخص في الاعتبار العلاقة من الند إلى الند تأخص في الاعتبار رغبة هذه البلدان بتحقيق النمو بتحقيق نوع من التنفس الديمقراطي السياسي من احترام الحريات العامة على أن تكون العلاقات بين هذه الدول من الند إلى الند من الصعب تماما قتل علاقة نهائيا والإنهزان عن هذه الدول لأن البديل من سيقدم البديل هالروسية قادرة اليوم على أن تقدم لهذه البلدان يعني أنت تقول بأن أفضل أفضل التبعيات أن تكون التبعية لفرنسا بدل أن تأتي تبعية أخرى يعني أن فرنسا تدرك وتعرف تماما كيف تقوم بمقاربات في هذه الدول دعنا نأود إلى نقطة الانقلابات وانتشارها هذه الانقلابات في القارة السمراء قابلة للتمدد والانتشار حسب مراكز الدراسات والأبحاث الدولية في فرنسا فهل في الأمر مبالغة أم أنها تعكس وقع الحال سيد محمد لمين يعني برأيك هذه الدول التي نشاهدها تشاد الكاميرون الكونغو يعني هذه الدول هل هي بالفعل مرشحة ولماذا لأن تحدث فيها انقلابات دعني في البداية أصحح لضيفكم الكريم ولسادة المستمعين ولسادة المشاهدين وأن ما يرفضه الأفارقة من فرنسا هو سياسة الاستعلاء والوصاية ومنطق استنزاف الخيرات فرنسا كأي بلد من بلدان العالم يمكن أن تكون هناك علاقات ود وعلاقات تبادل أخوي وعلاقات شراكة لكن منطق الاستعلاء الأبوي هذا الذي تتصرف به الحكومات الفرنسية المتعاقبة وهذه النظرة الدونية لدى الحكومة الفرنسية ولدى أساس الفرنسيين هما يرفضه الأفارقة حقيقة بالنسبة لسؤالك عن قخارطة الإنقلابات أنا أعتقد أن الأسباب التي أدت إلى الإنقلابات في الدول الساحل الإفريقي مالي بوركينففاسو النيجر وغيرها هي موجودة في دول وسط إفريقيا وموجودة في دول الغرب إفريقي وفي الحقيقة كما قلت وأكرر دائما أني لا أتفاجأ إذا حدث غدا الإنقلاب في الكاميرون أو ساحل العاج أو وسط إفريقيا أو غيرها لأن دائما هناك أنظمة سياسية عجزت عن إحداث التنمية حقيقية هناك أوضاع متردية هناك مجموعات عرقية كبيرة تشعر بغبن وتهميش وإقصاء وهناك حيف وإضافة إلى بعض المشاكل التي تجعل من العامة ومن النخب السياسية متحفزة للتغيير هناك صراع أزلي بين النخب السياسية والنخب المدنية هذه المعادلة لم نستطع نحلها في إفريقيا جيدا جيد ما تفضلت من يثيرت وهناك للأسف قوى خارجية جاهزة ومتحفزة لدعم كل انقلابي يأتي على وحر دبابة وهذه هي المشكلة يشيد انقلاب القابون لأن فرنسا تريده فرنسا تريد انقلاب القابون لكن لا تريد انقلاب نيجر لأنه لا يأتي على هواها سيد أندرين هاوج لماذا لا يمكن أن تعيد فرنسا تشكيل علاقاتها مع دول إفريقيا بطريقة تكون مبنية على التعاون المتوازن كما يقال لا يموت الديب ولا يفنى الغنم أن يكون هناك حل وسط لا تشعر فيه هذه الدول بالغبن وأن كل خيراتها مستباحة ولا تشعر بنتائج تنمية أو رفاها اقتصادي بينما تعيش فرنسا في كل هذا الرفاها لماذا لا تعيد فرنسا التفكير في سياساتها تجاه هذه الدول لا الآن نحن في مرحلة إعادة طبع التفكير بكل هذه السياسة الرئيس إمانويل ماكرون شكل أكثر من فريق عمل للبحث في استعادة نمط العلاقة بين هذه الدول منذ عهد الاستقلال انكر على الصعيد العسكري التعاون العسكري لأن هذا الجانب مهم جدا يجب أن لا ننسى بأن كل الوجود الفرنسي في هذه الدول حتى في المدة الأخيرة وتحديد مثلا في مالي أو في نجار كان بطلب لأن هذه الدول كانت تتعرض لهجمة من قبل مجموعات متطرفة وأن هناك مخاوف على كل دول الساحل من أن تعود هذه وقد عارت عمليا كل هذه الجماعات إلى نشاطها وهناك خوف من موجات تجرة جديدة المطلب الأساسي لكل هذه الشعوب هو تأشيرة الدخول إلى فرنسا أو إلى أوروبا إذن لا يمكن إقامة قطيعة بينهما ولا يمكن إنهاء التعاون بأشكال أو بأخرى العمر الثاني يجب أيضا لا ننقي كل المسؤولية على مثلا فرنسا تحديدا قيمة التبادلات الاقتصادية التجارية بين فرنسا والجابون 3 مليارات في السنة فقط بينما مع الصين الصين تتقدم على فرنسا إذن هل يمكن أن نقول بأن كل هذه الخيرات تذهب إلى الصين وأن الصين تستغل هذه البلدان لكن لم تخرج أي مظاهرات في أي دولة إفريقية ضد الصين مثلا هل شهدت هناك السياسة الصينية والسياسة الروسية في القارة السمراء سياسة ناعمة سياسة ربما لا يوجد أي حالة احتقان تجاهها وربما هناك سؤال أكبر يثار بأن لماذا المستعمرات الفرنسية السابقة دائما تعاني من التخلف والفقر والجاهل بينما المستعمرات الإنجليزية مثلا ما زالت تبقي على تبعيتها إلى التاج البريطاني ولم يحدث بها ما حدث في المستعمرات الفرنسية كيف تفسر هذا الأمر لأن بريطانيا أقامت ما يعرف بدول الكومنويلس دول الكومنويلس هذه استقلالية وهي شريكة داخل هذه المنظمة بوضع السياسات الاقتصادية وبطريقة توزيع السروات وأيضا بطريقة وضع البرامج من أجل تنمية هذه الشعوب لأنها كلها إذا تعمل تحت إطار هذه المجموعة نستمع إلى جواب حول هذه النقطة من سيد محمد لمين الدائدة سمعت فرنسا منحت بعض الدول الأفريقية أو الدول الأفريقية لاستقلال مقابلة شروط مجحفة جدا وضع نسبة 85% من مدخلات هذه الدول تحت مراقبة البنك المركزي الفرنسي بأجل وذلك كتعويض عن ما تظن فرنسا أنها أقامته في هذه الدول من بنى تحتية ومن كلام حقيقة هذه هي المشكلة لم أبدا لم يضع المستعمر الفرنسي في حسبانه نهضة المستعمرات الإفريقية التابعة له وكان ينظر إليها دائما باعتبارها أرض لاستجلاب خيراتها إلى الوطن يا أخي في فرنسا 75% من الطاقة في فرنسا مصدرها يورانيوم النيجر الذي تغرغ 90% منه في ظلام دامس يا أخي ذهب احتياطي ذهب في فرنسا من مالي الحديد من موريتانيا الأخشاب من القابون كل المعادن الأخرى من باقي الدول وهكذا يعني المشكلة هي هذه أبدا لم يكن في حسبان المستعمر الفرنسي أن يطور من مستعمراته لهذا بدأ التململ وبدأ التذمر في المستعمرات الفريقية وفي المستعمرات التي أبدا لم يظن أحد أنه يمكن أن يصل إليها هذا الغضب من فرنسا كما ترون تشاهدون في السنغال وفي كوديفوار ولا تستغرب إذا حدث خروج أو تمرد عن سلطة فرنسا في هذه الدول كما حدث في باقي بلدان الأخرى علينا أن نفهم مسألة هناك وعي إفريقي متصاعد لوعي لدى العامة لدى النخب في إفريقيا الأمور تغيرت لم تعود كما كانت في السابق الإفريقي الآن يشاهد الأوضاع المزرية التي يعيش فيها ويعرف الاتفاقات المجحفة التي تبرمها السلطة السياسية في بلاده مع شركات الطاقة والنفط الفرنسية مع شركات المعادن الفرنسية مع الشركات الأجنبية بالصفة عامة وبالتالي كلما كان هناك حيف في استغلال هذه الثروات كان هناك صخط وعدم رضا لدى أشعوب وهذه مشاعر يجب أن ترعى ولا يجب أن تعتبر أنها مشاعر طفولية أو يتم الاستعلاع عليها أو التعالي عنها أو اعتبار المقاربة الفرنسية التي كانت سابقة مع هذه الدول لا يمكن أن تنجح الآن بسبب هذا حالة الوعي التي تسود في هذه الدول الأفريقية والدليل أن معظم من يعني ياثورون على هذه الأنظمة هم من جيل الشباب وحتى طريق الثوران هم تأتي بطريقة ربما أقل عنفا ودموية مما سبق في الانقلابات أنا أشكركم وقت انتهى لهذه الفقرة وضيفي من باريس أندريم هاوج المحلل السياسي وضيفي من واكشوت الكاتب المحلل السياسي محمد لميند شكرا جزيلا لكم لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات